اشتركوا في القناة وعليه وآله وسلم لا بد أن تكون بنص من الله سبحانه وتعالى وبينا في الحلقات السابقة عقيدة أهل السنة في باب الإمامة وكذلك عقيدة الشيعة في باب الإمامة وفي هذه الحلقة إن شاء الله سنقف على ما تنعقد به الإمامة عند أهل السنة وذلك من خلال نقل بعض الأقوال لبعض العلماء من أخواننا السنة قال الأسفرائين في كتابه الجنايات وتنعقد الإمامة بالقهر والاستيلاء ولو كان فاسقا أو جاهلا أو عجميا يقول الإمامة تنعقد بغض النظر عن الكيفية أو الطريق سواء كان الإمام فاسقا أو جاهلا أو عجميا وهذا النص موجود في كتاب إحقاق الحق الجزء الثاني صفحة 317 وأيضا قال الماء وردي اختلف العلماء في عدد من تنعقد به الإمامة منهم على مذاهب شتى فقال الطائفة لا تنعقد إلا بجمهور أهل الحل والعقب من كل بلد ليكون الرضا به عاما والتسليم لإمامته إجماعا ويقول أن هذا المبدأ مرفوض وذلك بسبب بيعة أبي بكر على الخلافة باختيار من حضرها يقول أنه البعض يذهب لأنه لا بد من إجماع من قبل أهل الحل والعقب ولكن هذا القول لا نأخذ به أو لا يأخذ به البعض باعتبار أن خلافة أبي بكر تمت على من قبل مجموعة من الناس ولم ينتظر حتى يأتي الغير فيبايع وأيضا قال الطائفة أخرى القول إلى الماء وردي وقال الطائفة أخرى أقل ما تنعقد به منهم الإمامة خمسة يجتمعون على عقدها أقل ما تنعقد به منهم الإمامة خمسة يجتمعون على عقدها وقال الطائفة أخرى تنعقد بواحد لأن العباسة قال لعلي أمدد يدك أبايعك فيبايعك الناس يقول أنه حتى لو واحد بايع طائفة ذهبت إلى أنه تتحقق الإمامة وتنعقد الإمامة ولو باعت شخص واحد اعتمادا على قول العباس عم النبي إلى الإمام علي ابن أبي طالب عندما قال أمدد يدك أبايعك فيبايعك الناس وثالثا القول للقرطبي قال القرطبي فإن فإن عقدها واحد من أهل الحل والعقد فذلك ثابت ويلزم الغير فعله خلافا لبعض الناس حيث قال لا تنعقد إلا بجماعة من أهل الحل والعقد يقول أنه البعض قال أنه نكتفي بواحد والبعض قال لابد من جماعة وبالنتيجة فإنها لو عقدت سواء كان عن طريق واحد أو عن طريق جماعة يقول لابد أن تكون ملزمة للغير لماذا؟ لأنه عقد فوجب أن لا يفتقر إلى عدد يعقدونه كسائر العقود يقول بالنتيجة صار عقد فلابد من الالتزام به القول الرابع إلى التفتزاني قال التفتزاني وتنعقد الإمام بطرق أحد هذه الطرق بيعة أهل الحل والعقد من العلماء والرؤساء ووجوه الناس الذين يتيسر حضورهم من غير اشتراط عدد ولا اتفاق من في سائر البلاد بل لو بل لو تعلق الحل والعقد بواحد مطاع كفى بيعته هذا أولا الشرط الثاني قال استخلاف أو الطريقة الثانية لإنعقاد الإمامة استخلاف الإمام عهده وجعل الأمر شورى بمنزلة الاستخلاف إلا أن المستخلف عليه غير متعين فيتشاورون ويتفقون على أحدهم فإذا خلع الإمام نفسه كان كموته فينتقل الأمر إلى ولي الأهد الطريق أو الأمر الثالث الذي تنعقد فيه الإمامة عند التفتزاني قال القهري والاستيلاء بالقهري والاستيلاء يقول أيضا تنعقد الإمامة فإذا مات الإمام وتصدى للإمامة من يستجمع شرائطها من غير بيعه واستخلاف وقهر الناس بشوكته انعقدت الخلاف له وكذا إذا كان فاسقا أو جاهلا على الأظهر يقول إنه إذا مات الإمام ويتمكن الشخص أن يأخذ الإمامة بالقهري والاستيلاء ماكو مشكلة يعتبر هذا إمام وهذا الكلام وارد في شرح المقاصد الجزء الثاني صفحة ميتين واثنيا وسبعين طبعا هذه بعض الأقوال التي ذهب إليها بعض علماء مدارس أو مدرسة إخواننا أهل السنة وهنا ملاحظات على هذه الأقوال الملاحظة الأولى أن موقف أصحاب هذه الأقوال منهم من ذهب إلى الشورى ومنهم من ذهب إلى البيعة ومنهم من ذهب إلى القهر والاستيلاء أن موقف أصحاب أصحاب هذه الأقوال في المسألة موقف من اعتقد بصحة خلافة الخلفاء قطعا الذي يعتقد بصحة خلافة الخلفاء بعد قول بما أن البيعة كانت الأول معنا مشكلة الشورى للثاني والقهر والاستيلاء بقية الخلفاء اللي جاء وما عندنا مشكلة أن موقف أصحاب هذه الأقوال في المسألة موقف من اعتقد بصحة خلافة الخلفاء موقف من اعتقد بصحتهم فاستدل به على ما يرتئيه من الرأي طبعا هذا الاستدلال يعبر عنه بالدور لأنه أنت تستدل على المدعى بالمدعى أنه أنت تقول فلان أصبح خليفة في البيعة فإنه خلص صارت هذه البيعة طريق لتعيين الخليفة استدلال بالمدعى على المدعى وهذا دور واضح الملاحظة الثانية أن هذا الاختلاف الفاحش في كيفية عقد الإمامة يعرب عن بطلان نفس الأصل هذا الاختلاف الذي تم نقل عن أقوال بعض علماء أخواننا السنة يعرب عن بطلان نفس الأصل لأنه إذا كانت الإمامة مفوضة إلى الأمة كان على النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم بيان تفاصيلها وخصوصياتها وخطوطها العريضة كما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بيّن كثير من الأمور التي هي فوضت إلى الناس والعقود التي تقع ما بين الناس النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقف عليها وبيّن أحكامها وخصائصها كان لابد للنبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا كانت قضية الإمامة مفوضة إلى الأمة النبي صلى الله عليه وكان عليه أن يبين خصوصيات هذه القضية بل أن الشرع المقدس والنبي صلى الله عليه وآله بيّن بعض المسائل البسيطة من قبيل العقود كعقد الزواج اليوم إذا نذهب إلى عقد الزواج نجد أن هناك شروط لهذا العقد فأيهما أكثر أهمية في حياة المسلمين والأمة الإسلامية عقد الزواج أم الخلافة فإذا كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يعطي اهتماما في عقد الزواج فكيف للنبي لا يعطي اهتماما إلى الخلافة التي تعتبر من أهم المسائل في حياة الأمة الإسلامية وهذا من الأمور التي يقف عندها السامع ويستغرب منها عندما نأتي إلى صغريات الأمور فنجد أن الشرع المقدس قد بيّن أحكامها وخصائصها إلا أن النبي صلى الله عليه وآله مع همية هذه المسألة وحداثة الإسلام في وقتها وكثرة أعداء الإسلام أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يترك الأمة دون أن يعين خصائص وطرق تعيين الخليفة الذي ينبغي أن يكون خليفة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ببركة الصلاة على محمد وآلي محمد اللهم صلي على محمد وآلي محمد ترجمة نانسي قنقر